اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله عليه كمزي تباهلهم ما حكم التعلق بالأسباب أبأسباب متسقع من تلتال انتايو السانيو الجواب التعلق بالأسباب أقسام نابأسباب متسقع من تلتال بزوح كفلتات قالوه القسم الأول ما ينافي التوحيد في أصله نمسرتنا التوحيد وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثيرا حادسب نابأسب رسزيب اللو كتسقع ازي ينافي التوحيد نتوحيد التوحيد ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معردا عن الله نا الله سبحانه وتعالى نتقيقو نابتي سببتي ملو بملو ومو مسرزيب اللو كتسقع ازي ينافي أصل التوحيد مثل تعلقي عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب كم لكع كمزي توم أبك أبرزل لو عبادات زقورو تسقع ما تنشقراتن كوردم كنلو نابأتوم دوزقعو كم زعينة تزي ما ينافي التوحيد وهذا شرك أكبر مخرج عن المل ازي كاب تعبيت شركي كاب مل دوزي وحكم الفاعل ما ذكره الله تعالى بقوله والساني ناتو دماني ربنا عز وجل تذكروا اب قرآن اب سورة المائدة مبال سبعان كلتا آياي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أتي شركز قبر سب رب سبحانه وتعالى جنة نعو حرام جير وقو كوم دماني معقو بيون مملسيون حاو جهنم وما للظالمين من أنصار نتو مشركز قبرو عوات زعوت يبلومن هل قسم الثاني كالأي كفل دماني أن يعتمد على سبب شرعي أب شرعو زخونه كمركوس كتسقع صحيح معا أن يعتمد على سبب شرعي صحيح معا غفلته عن المسبب وهو الله تعالى نبتي شرعو زخونه كنع زخونه سبب نبقو كتسقع كزمبلن أمو دماني تمسبب زخونه نزي سبب زفت الله سبحانه وتعالى نعوه كرسع فهذا نوع من الشرك إذا حده كابت عينتات نشركيو ولكن لا يخرجه من الملّا كاب ملّا كاب اسلام ناغن ايو تونيو لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله تعالى مغنياتو ناب سبب سلستزقع نتي سبب تزفت رقويتا سلزر السعين القسم الثالث سالساي كفل دماني أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط ناب سبب كتسقع 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 كنلو كنلو سبب راح بمخانود أمبر بخالي زيكو نمالتي مع اعتماده الأصلي على الله تعالى ملو بملود تسقع ناب رب سبحانه وتعالى انتاد فيعتقدوا أن هذا السبب من الله ازي سبب ازي مخنيات ازي كاب رب سبحانه وتعالى وأن الله لو شاء قطعه انتاد رب زالي نزي سبب كو قرص أيخ إلي ولو شاء لأبقاه انتاد رب سبحانه وتعالى كتسع لخ قبر يخ إلي وأنه لا آثار للسبب في مشيئة الله عز و جل سبب تدليت نيربي ولا حانتي كنك أيك إلي تدليت نيربي زعب لل فهذا لا ينافي التوحيد لا أسلا ولا كمال ازي نمولو انت يخون نتمسار تاوي نيتوحيد يخون زي سعر ويدماني عن سعر نايزي نيتوحيد أيكون ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان اللا يعليق نفسه بالسبب ومستي شرعاو زخون فقود زخون سبب انتخون ودسب نابتي أسباب كتسقع يبلون بل يعليقها بالله تعالى بل ناب رب سبحانه وتعالى يو كتسقع زلو عن المسبب وهو الله تعالى تي الله سبحانه وتعالى مسبب زخون ناب يو كتسقع زلو فهذا نوع من الشرك ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان اللا يعليق نفسه بالسبب او تشارعو زخون رب سبحانه وتعالى زفق أدو انتخون تسبب لب ملو بملو ناب كتسقع يبلون بل يعليقها بالله تعالى ناب رب سبحانه وتعالى يو كتسقع زلو فالمو فالموذف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغف التي عاني المسبب وهو الله تعالى فهذا نوع من الشرك انتدقى حادي سراح تنجاوين بملو بملو ناب تسرحو ترح انتدقى دسقع انتدقى خينو نتي مسبب رب سبحانه وتعالى انتدقى ززنقع انتدقى خينو ازوين حادي كابتعينتات نايشركيو اما اذا اعتقد ان المرتب السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي التوكل او تسرح تسرحو زلو ترح سبب دا انبر تقندي مسبب تقندي زفتس امجن الله سبحانه وتعالى مخانو انتدقى فليتو جن ازي نتوكل دس ارر ايكونن والرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب سبب ايقابروني روميوم مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل ملو بملو ناب رب سبحانه وتعالى تي مسبب زخنه نابو بمتزقا بمبال نزي ما حتو استحاتتو بزي ادمدمو مالاتو ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويردا وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة